شخصية إبراهيم عبدالله في المسلسل الأديب كانت تجربة بالنسبة لي من التجارب الصعبة جدا في السنوات الأخيرة لما اخترني الأستاذ يحل العالمي عشان عمل الدور فيها عادة أنا باتبعها دايما لما يكون العمل اللي بمثله معتمد على نص أدبي برجع للنص الأدبي أساسا لأن النص الأدبي بيوفر للممثل الخلفية الكاملة والبناء الكامل للشخصية لأن في الكتاب احنا بنلاحظ نلاقي أن المؤلف بيوصف الأحاسيس الداخلية اللي مستحيل تصاغ في جملة حوار يمثلها الممثل فده بيساعد الممثل أنه يكون بناء الشخصية تكوين كامل الحقيقة شخصية براهيم عبدالله اللي احنا سمناها براهيم عبدالله احنا من أخيرا كتب في الجرائد احتمالات أسماء الشخصية الحقيقية اللي كانت موجودة في الحياة لكن أنا أتكلم على أساسناها شخصية براهيم عبدالله كما قدمناها في المسلسل لقيت اللي موجود في النص الأصلي عند الدكتور طاع حسين أنه شخص دميم الوجه مريض بالجدري عنده انحناء في ظهره صوته عالي إلى بعض جزئيات صغيرة في وصف الشخصية كان أهم جزء قمت بتحضيره كان المرض الجدري وأعتقد أن الحمد لله وفقنا بدرجة كبيرة بالنسبة للمكياج بعديها كان لنحناء دي أعدت فترة مرسة عليها فعلا أنا عايز أتكلم على نقطة أن في خلاف بين الكتاب والعمل اللي احنا قدمناه كمسلسل خلاف مش معنى أن احنا قدمنا عمل تاني غير اللي كانت بالدكتور طاع حسين لا احنا قدمنا نفس العمل بس الكتاب كان مكتوب بطريقة صعب بتحويلها إلى عمل درامي يعني أنه يبقى مسلسل أو تمثيلية أو يبقى فيلم لأن الكتاب مكتوب في شكل رسائل متبادلة ما بين الدكتور طاع حسين وبين صديقه اللي هو إبراهيم عبدالله زي ما احنا سميناه عشان نحول رسائل إلى عمل درامي شيء مجهد جدا والحقيقة أنتاز الفرصة وأشكر محمد جلال عبدالقوي اللي هو كاتب السيناريو والحوار لهذا العمل أنه استطاع من خلال هذه الرسائل أن يجسد الجو النفسي والبيئة المصرية في هذه الفترة مع عدم البعد عن الفكر الرئيسي اللي كتبه الدكتور طاع حسين أو اللي كتبه طاع حسين عن الحدث الحقيقي اللي كان ناتج من تصرفات هذه الشخصية الحقيقية الغير مؤلفة يظل فيه اختلاف ناتج من طبيعة العمل الدرامي وهو أن في الكتاب الأصلي إبراهيم عبدالله ما بتعرفش على طاع حسين إلا بعد منزل مصر إحنا في المسلسل قدمناه أنه متعرف عليه من زمان وأنه كانوا زمان الكتاب في الكتاب الشيخ محمد اللي هو الدكتور طاع حسين لا يعلم أن إبراهيم عبدالله متجوز إلا عندي لحظة الاختيار الرهيبة إن أحد شروط البعثة إنه يكون مش متجوز الجزء الأخير ودي من أهم النقطة الحقيقة إن إحنا كرقابة تلفزيونية لمصر وللعالم العربي لأن إحنا مرهونين بسوق عربي بمبيعهم مسلسلات كان صعب نصرح باسم المرض وأعتقد بعض السادة المشاهدين قالوا هو الجنن لجنان كده يعني اختلال في عقل ومفاجئ لا هو الجنان اللي حصل في الآخر كان نتيجة مرض اللي هو مرض الزهري وأرجع للنقطة اللي أنا كلمت فيها في الأول لما أريد في الكتاب إن المرض هو الزهري رحت لدكتور طبيب بشري شرح لي مظاهر هذا المرض من مظاهر هذا المرض اللي هو الزهري في مراحله الأخيرة إنه بيحصل دمامل في الوش فلإنها تبقى مقززة شكلا فاستغنينا عنها في المكياج إنه يصاب بجنون العظمة إنه يحس بالاضطهاد فمثلا مؤكد في بعض المشاهدين أما أنا قلت مؤكد الألمان بيدوروا علي أنا بكلم محمد النجار في المخبأ بقوله شفت قريد جرائد النهاردة جميع الجرائد الفرنسوية بتطالب بإعدامي ممكن أنها تكون تفهمت أنها جنون عادي لكن ده ناتج من المرض الإحساس بالاضطهاد جنون العظمة تذكر الماضي البعيد ونسيان الحاضر القريب حالات الإغماء لأنه كان فيه واحد صديقي يتفرج على الحلقة اللي أنا في المقهى بيغمى علي وصلاح السعداني ودلال بيخرجه أو آسف وفاديا بيخرجه يقول الدكتور قالوا بقى ده كلام أغمى عليه راح هم خارجين راح هو فاي آه دي من مظاهر المرض فعلا إنه يحصل إغماءات سريعة لمدة ثواني ويقوم ينفض نفسه ويمشي عادي كأنه ما حصلش ده طبعا ده زي ما قلت كان ناتج من رقابة إنه ما قدرناش نقول اسم المرض وأنا مختلف يعني مختلف مع التلفزيون في دي والتلفزيونات العربية كلها في دي يعني ده علم ولا حياءة في العلم زي لا حياءة في الدين لا حياءة في العلم وأرفض الرأي اللي بيقول في أطفال في البيت البيت لازم يكون في انضباط إن أنا أناي مبني أو بنت 19 بالليل لكن ما أحجرش على الفنان والأديب إنه يكتب للأطفال بس ويبعد عن المشاكل الحقيقية اللي ممكن ينقشها بصراحة والأطفال لا يدركوها أو قد يسبب مشاهدتهم لها خطر المسئولية مسئولية البيت مش مسئولية